العالم قاطبة ابتداء من الوطن العربي إلى دول الجوار إلى أوروبا إلى كل هذه المناطق كلها ستحدث فيها زلازل نتيجة لما جرى في غزة إذا محقت غزة لا سامح الله أو دمرت حماس لا سامح الله أو قضي عليها لا سامح الله كل الأنظمة العربية ستدفع الثمن نتيجة لسكوتها ولعدم دعمها لفلسطين ولغزة وإذا نجحت حماس فكل هذه الدول ستدفع ثمن لأنها لم تكن جزء من هذا الانتصار والولدان العالم كذلك الآن هؤلاء 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 يعني اللي يواقفين هذا الموقف المخزي ومن بينهم طبعا من أصول عربية في البرلمان وفي الحكومة الذين يقفون موقفا مخزيا لحد الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر